أزمة المياه في البصرة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وزادت من مستوى التصحر وعمقت الفجوة الزراعية فاللاحون متضررون من هذه الأزمة وضعوا مشاكلهم على طاولة النقاش خلال اجتماع موسع جمعهم بعدد من المختصين وممثلي الوزارات المعنية والسلطات المحلية والتشريعية الحقيقة اليوم العراق يعاني من تسارع واتساع ظاهرة التصحر جراء التغيير المناخي الذي يعاني منها العالم بأكمله مزارعنا التي كانت تصل لأكثر من 12 ألف مزرعة في البصرة لم يتبقى منها سواء ثلاثة آلاف مزرعة ويتفق مسؤولون محليون هنا مع ما طرحه الفلاحون مؤكدين أن الأزمة تسببت بخسارة أكثر من سبعة آلاف مزرعة كان سابقا جنوب غرب البصرة يزرع سبعة آلاف مزرعة سبعة آلاف هذا رقم جيد وكان جنوب غرب البصرة تغطي محصولة طماطم جميع محافظة العراق ومنها كردستان لأسف انخفضت هذه المزارع وصلت في صفان أقل من ألفين مزرعة وأعتقد هذا العدد خطر جدا وأصبحت مناطق تصحر هناك وفي الوقت الذي تحدث فيه رئيس لجنة الزراعة النيابية عن توجه حكومي لتطوير طرق الري فضلا عن فتح أبواب حوار مع أنقرة لتعزيز إمدادات المياه اتهم نواب آخرون السلطات التنفيذية بعدم تقديم الدعم الكافي للفلاحين حسرت الأراضي الصالحة للزراعة من 80 مليون دونام إلى 14 مليون دونام وبالتالي هذا ينظر بوجود كارثة المستقبل لم يكن على المستوى القريب متابعتنا مستمرة مع الجانب الإيراني والجانب التركي على وش الخصوص دعم الحكومي الغائب 100% غائب عن توفير الدعم اللازم من أسمده وبذور وغطاءات بلاستيكية والوقود وتجهيز كهرباء قلة تساقط الأمطار وسوء إدارة استخدام المياه والتغير المناخي إضافة إلى تراجع الإمدادات من دول المنبعة عوامل أدت إلى خلق أزمة جفاف حقيقية في عموم محافظات البلاد ويأمل الفلاحون أن تسفر لقاءاتهم مع ممثل سلطات التشريعية والتنفيذية بإيجاد حلول سريعة وواقعية للمشاكل التي يواجهونها كي يتمكنوا من الحفاظ على مصادر رزقهم وتوفير حياة كريمة لعوائلهم نجح العابد الحرى البصرة